موسيقى مجزون لهم الأنباء من يمن شباب أهلا بكم إذن البداية من محافظة تعز حيث نفذ صحفيون وناشطون وطلاب قسم الإعلام بجامعة تعز وقفة تضامنية مع مكتب الجزيرة في المحافظة وندد المحتجون في وقفة نظموها صباح اليوم داخل حرم الجامعة بقرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في تعز معتبرين أن القرار ظاهر خطيرة وانتهاكا لحرية الصحافة والإعلام ومصادرة لحق التعبير عن الرأي وفي الوقفة أعلن عدد من الإعلاميين والناشطين في ثورة الحادي عشر من فبراير في مدينة تعز إشهار مبادرة صحفي الجزيرة مؤكدين بأن الهدف من المبادرة هو إعلان تضامن شباب فبراير مع قناة الجزيرة واستعدادهم كناشطين التطوع للعمل كمراسلين ميدانيين لقناة الجزيرة لإيصال رسالة أن إغلاق قناة الجزيرة أو أي قناة إعلامية أخرى لن يقف عائقا أمامهم لإيصال صوت تعز الحر أما في صنعاء فقد شنت مقاتلات التحالف العربي أكثر من الثتين وثلاثين غارة شديدة الانفجار على معسكر الاستقبال ومنطقة الغوش في ظلاء همدان في العاصمة وقالت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف تحلق بشكل مكثف ومنخفض في أجواء العاصمة كما استدفت بغارات أخرى جبل عطان بشرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مدرية القبيطة تابعة لمحافظة لحش ترتيبات الاستعادة مواقع سيطرت عليها الميليشيات الحوثية في المدرية وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة أرسلت تعزيزات واسعة وأسلحة نوعية إلى جبهة القبيطة في ظل استعدادات لشن هجمة على الميليشيات إلى محافظة الجوف حيث أكد اللواء الركن أمين العكيمي محافظة المحافظة أن قوات الجيش تمكنت في معارك أمس الثلاثة من السيطرة على سلسلة جبل الحصينات ووادي سرحان غربي مدرية خبو الشعف وأضاف أن القوات وصلت أولى مناطق مدرية برط العنان وتوغلت في جبال العفي وحبش في المدرية إلى الظالح حيث لقي أربعة من ميليشيات الحوثي مصرعهم واصيب أثنان أخران في انفجار لغم دروع زرعت عناصر في منطقة موريس شمالي المحافظة وأفض مصدر ميداني أن اللغم انفجر أثناء محاولة عناصر من ميليشي التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في موقع الحياف قال مصدر محلين ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة قتلوا بغارة الجوية شنتها طائرة أمريكية بدون طيار في مدرية السومعة في محافظة البيضاء وذكر المصدر أن الغارة استدفت عناصر التنظيم مما أدى إلى مقتلهم على الفور قتل وجرح عدد من عناصر تنظيم القاعدة وأصيب جنديان في موجهات بين الطرفين في مدرية دوعا في محافظة حذرموت وذكر مصدر الأمني ليمن شباب أن مسلحين من تنظيم القاعدة شنوا هجوما على معسكر في مدرية دوعا التابع لقوات النخبة الحذرمية ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي القاعدة كما أصيب اثنين من أفراد النخبة الشبوانية المدعومة من دولة الإمارات في انفجار استهدف إحدى المدرعة التابع للنخبة في مدرية الصعيد جنوب محافظة شبوة وتحدثت مصادر أمنية عن إصابة اثنين من أفراد النخبة بإصابات وصفت بالبالغة والخطيرة إثر انفجار استهدف مدرعة تابع لقوات النخبة أثناء انتشار قواتها في مدرية الصعيد في شان الصحي أكدت منظمة الصحة العالمية إصابت أكثر من خمسمائة يمني على الأقل أصيبوا بمرض ديفيتيريا منذ ظهور المرض في منتصف شهر أغسطس الماضي وقالت المنظمة في بيان أن المرض تسبب في وفاة نحو خمسين شخصا مشيرة إلى أن انتشار الديفيتيريا أكثر خطورة بكثير من الكوليرا المتفشية بالفعل بسبب ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة به هذا ما يدينا حتى الساعة أحبكم في أخبار التاسعة في أمان الله